قامت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري على مدار شهر أبريل بتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات شملت عقدة ندوة تسقفية بجامعة أسيوت تم خلالها إلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التي توجه الشباب والدور الذي تقوم به الدولة في مختلف القطاعات وذلك بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ورئيس جامعة أسيوت كما تم تنظيم ندوة تسقفية بالتعاون مع مدرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة والتي ألقى فيها قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال الندوتين كلمة أكد خلالها على أهمية الوعي بالمخاطر والتحديات التي توجه الأمة والجهود التي تبذلها الدولة ومؤسستها الوطنية لمجابهة تلك التحديات ورفع الأعباء عن كهل المواطن وتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم ترجمة نانسي قنقر